حياكم الله كان يوم أمس الإعلان الرسمي للمجموعة الجديدة من الجيل الجديد للأجهزة المحمولة التي قدمتها MSI بمختلف فياته والتي مزودة بمعالجات Intel الجيل الثلاث عشر ومعالجات Nvidia الرسومية فاليوم بشكل سريع بس رأعطيكم نبدأ على كل الأجهزة التي تم الإعلان عنها وبعدين أعطيكم انطباعي عنها أول فئة من الجهزة المحمولة التي تم الإعلان عنها هي فئة استيلث 16 و 14 استوديو نبدأ والشي بستيلث 16 أول حاجة الجهاز حصل على جائزة الإبداع في معرضه CS23 ومن ناحية التصميم فتم تجديده بالكامل بحيث أنه أصبح لان عندنا هيكل جديد مصنوع بالكامل من معدن الماغنيزيوم أولوي اللي راح يكون شبيه بالألمونيوم على كافة الهيكل الخاص بالجهاز فهذا راح يخدم منه راح يكون مضاد للبصمات وأيضا راح يتوفر بلونين اللي هم اللون الأزرق الداكن مع اللون الأبيض على نفس الإصدارين ومن ناحية التصميم فالسماكة اللي يجي فيها جهاز استيلث 16 هي 1.99 ميلي بوزن أقل من 2 كيلو ومن ناحية الشاشة اللي راح تتوفر في استيلث 16 فهي شاشة بحجم 16 ولكن بمجال عرض جديد اللي تسميه MSI الـ Golden Ratio أو العرض الذهبي اللي راح يكون مجال 16 على 10 بدال السابق اللي هو 16 على 9 بحيث أن الشاشة صارت أطول شوي عشان تحصل على مساحة مشاهدة أكثر والشاشة هي بجودة الكواد HD بلس مع 240 هيرتز وطبعا جهاز استيلث 16 راح يكون مزود زي ما قلت بمعالج الـ Intel i9-13900H مع معالج رسومية RTX 4070 وأيضا بما أنه من الجيل الجديد فشي يكيد أنه راح يدعم DDR5 ومن ناحية الدعم الأقراس فرح يدعم PCI Express 4.0 بمعدل قرصين توصل بساعات مختلفة ولعل واحدة من أهم التغييرات اللي يتميز الجهاز هذا هو في نظام التبريد الجديد اللي هو الكولور بوست 5 اللي يقدم عدد مروحتين مع خمسة أنابيب اثنين منها راح تكون مشتركة عشان تبرد كل من المعالج ومعالج الرسوميات وهذا ما يسمى بنظام التبادل اللي راح يزيد في رفع الأداء للتبريد بالنسبة 13% وأيضا تجربة المستخدم تم تحسينها بشكل كبير فصار عندنا في الستيل 16 تتشباد أكبر بالنسبة 20% برضو راح تتوفر عندنا نظام البصمة فيها والمرة هذه تم تحديث كاميرا الويب عشان تصير بدقة 1080 وهي من نوع الـ IR اللي راح تدعم الويندوز هولو ومضاف للكاميرا ميزة رخصية على شكل شتر تقدر أن تتسكر الكاميرا بشكل يدوي أو تحجبها عن ضريق الشتر ومن ناحية الصوتيات فهي مدعومة كما هي العادة من قبل داينا أوديو بعدد 6 مكبرات 4 منا راح تكون مكبرات صوتية موجهة بشكل أمامي للمستخدم مع 2 سب بوفر عشان تحصل على أفضل تجربة صوتية غامرة والنقطة الخيرة اللي يتميز هذا الجهاز هي عمر البطارية اللي يعتبر الأعلى بمعدل 99.9 وات آور أو وات ساعة ويدعم أيضا الجهاز إمكانية الشحن من خلال منفذ الـ USB Type-C بقدرة 100 وات من خلال دعم وليا الباور ديليفري فمعايته راح تقدر تشحن الجهاز هذا أما من خلال باور بانك يقدم الباور ديليفري أو من أي منفذ USB فباعي تحتاج أنك تاخذ معاك الشاحن ومن ناحية خاصية الاتصال فهو يدعم الآن الـ Wi-Fi 6E مع Thunderbolt 4 أما الأخ الأصغر اللي هو Stealth 14 ستوديو راح يكون مصنوع أيضا بنفس الخامات اللي موجودة في الهيكل مع الشاشة أيضا تم تكبيرها عشان تصير بالريشو اللي هو 16 على 10 مع توفير شاشة Quad HD Plus بتردد 165 هرتز ومن ناحية الوزن فهو أقل من 1.7 كيلو بمعدل سماكة 19 ملي متر وأيضا في الجهاز هذا يتميز نظام التبريد أنه عبارة عن حجرة فيبر تشيمبر أو حجرة غازية تغطي تقريبا نصف الجهاز أو تغطي الماذربورد بالكامل فتقدم لك أفضل أداء علشان تعطيك أقوى أداء للمعالج اللي موجود في هذا الجهاز والحديث عن المعالج فهو معالج i7 13700H مزود بمعالج رسوميات RTX من سلسلة الأربعين أيضا تم الإعلان على مجموعة كبيرة من الأجهزة خلونا نبدأ فيها من الأقوى والأعلى إلى الأقل أقوى جهاز تم الإعلان عنه هو جهاز MSI Titan GT 77HX الجهاز القوي اللي رح يجيك مزود بمعالج الانتل i9 13980HX اللي يقدم لك نسبة تردد توصل إلى 5.6 جيجا هرتز على نواتين من الأنوية P-Cores وأيضا جهاز Titan هو أول جهاز في العالم يقدم شاشة بدقة 4K ومعدل تحديثها 144 والشاشة هذه من نوع الميني LED تمت معايرتها بشكل كامل عشان تحصل على أداء جدا جبار ونسبة العرض فيها أيضا هي النسبة الذهبية اللي هي 16 على 10 وبرضو تم الإعلان على جهازين جديدة اللي هما جهاز ريدر GE 78 و 68HX والأجهزة هذه مميزة بحيث أنها راح تقدم لك نظام تبريد Color Boost 5 الجديد اللي زي ما قلنا راح يقدم 5 تنابيب ولكن بالإضافة لنظام التبريد في الجهاز هذا في Pipe أو أمبوب واحد راح يكون مخصص لتبريد الVRMز اللي موجودة في الجهاز عشان تحصل على أفضل أداء في هذا النظام وفي أجهزة الريدر برضو راح تكون مدعومة بمعالجات RTX 4090 بحجم ذاكرة يبلغ 16 جيجا بايت فرح تكون كذا أقوى أجهزة يتقدم لك معالج RTX 4090 وكما هي العادة برضو بالنسبة للشاشة راح تكون Quad HD Plus بتردد 240 هرتز وأيضا راح تكون بالنسبة الذهبية والGold Ratio اللي 16 على 10 ومن ناحية الأداء الصوتي أيضا فهو مدعوم من قبل داينا أوديو بعدد 4 ووفرز و 2 سبيكر موجهة للمستخدم عشان تحصل على أفضل جودة الصوت والشيء البطل كمان في سلسة أجهزة الريدر الجديدة إنها راح تدعم PCI Express 5.0 بالنسبة لأقراص اليمداد 2 وتقدر تركب 2 عشان تحصل على سرعات قراءة وكتابة مجنونة فيها وما تنتهي المواصفات هنا فرح يكون فيه سلسلة خاصة أو صدار معين راح يقدم لك تاتش باد بساعتها كبيرة جدا ويتوفر فيها إمكانية إنك أنت تشغل عليها أزرار تحكم سريعة زي ما إحنا شايفين تقدر توصلها نفس فكرة قطعة الإلقات واللي تكون خارجية هالمرة راح تكون بلتين ومدمجة في منطقة التاتش باد ولما تطفيها راح تحصل على تاتش باد كبيرة تقدر أنت تتحكم فيها أو تسوي أي شيء تبغى تقريبا قربنا أنه ننتهي بعد هذا تم الإعلان على جهازي الفيكتر جي بي 78 و 68 ايش اكس برضو أجهزة موجهة للقييمينج ولكن بمواصفاته شوية أقل وخلونا نشوف مع بعض مواصفاته اللي ظاهر أمامكم بشكل مختصر تقريبا وصلنا إلى آخر جهاز في فئة القيمينج اللي تم الإعلان عنه وهو جهاز السايبورغ 15 جهاز فكرته جديدة وغريبة وملفتة للنظر هيكل مصنوع بالكامل من مادة شفافة يخليك أنك تشوف المكونات اللي موجودة بالداخل وبنفس الوقت رح تقدم لك صلابة وإمكانية أنه يكون يتحمل الصدمات فهذا شيء ممتاز جدا من ناحية الشكل ومن ناحية الأداء وبالحديث عن الأداء فهو يوفر لك شاشة بدقة الفل ايش دي بتردد المية واربعة واربعين هرتز تحمل نفس الجولدن ريشيو الجديدة لست صناعة المحتوى الآن اللي تحت مسمى الكرياتر زيد والجهاز اللي راح نتكلم عنه الآن هو يعتبر الفئة الأعلى اللي هو جهاز الكرياتر سبنتين زيد ايش اكس وزي ما قلنا راح يكون مزود بمعالج الانتل الآي ناين الجيل الثالث عشر اللي راح يعطيك أداء يوصل إلى تحسن بنسبة 85% من ناحية الأداء ورح يكون مزود برضو بمعالجات الارتي اكس فيات الاربعين بتشكيلة متنوعة برضو راح يقدم نظام دعم للكولر بوست فايف بنظام الفيبر تشيمبر اللي راح يعطيك أفضل أداء ورح يغطي لك كامل الموذر بورد اللي موجودة داخل المعالج وليس أخيرا تكلموا على سلسلة المودرين والسلاسل للأجهزة الصغيرة اللي راح تكون مناسبة للاستخدام اليومي سواء كان للطلاب أو أصحاب الأعمال وبكذا نغطينا كافة الأجهزة اللي تم الإعلان عنها في حدث MSI أمس علموني وش أحسن جهاز شفتوا من ضمن المجموعة هذه وهل جهاز السايبورغ 15 شد اهتمامكم زي ما شد اهتمامي ولا لا شاهدوني بتعليقاتكم وراكم أسفل الفيديو كما هي العادة لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لأن اليوتيوب ظالمنا كلنا صناع المحتوى الأيام هذه شوفكم على خير السلام عليكم